بص ببساطة شديد النادي الاهلي في 116 سنة بياخد 149 بطولة اعظم نادي في العالم خد عدد بطولات يعني لما جمهور النادي الاهلي بيقول النادي الاهلي اعظم نادي في الكون هو مش مجرد شعار ولا عشان هم بيحبوا ناديهم هو عشان حرفيا وفعليا وعمليا ورقاميا وكل شيء النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بكل هذه البطولات 149 بطولة في 116 سنة قولي مين نادي في العالم يقدر يكسب كل عام من ساعد مقسس النادي من ساعد مقسس النادي على الاقل بطولة كل عام مين نادي في العالم عمل ده كل الاندية الكبيرة العظيمة اللي في العالم عدت على مراحل صعبة طويلة والاقل برضو عدت على مراحل صعبة بس قولة ايه لا اوج لكن الاندية الكبيرة حتى في العالم بتتعدي على مراحل صعبة طويلة وبعكية تكسب بطرات وإنجازات كبيرة النادي الأهلي فريد من نوعه على مستوى العالم الوحيد 116 سنة أي حد في الدنيا بيهبط بيزهق بيمل للنجاحات أو بيكسل شوية النادي الأهلي تغير إدارة زي ما هو تغير أجهزة فنية زي ما هو تغير اللاعبين زي ما هو جماهير تفضل موجودة طول الوقت ما بتتغيرش بنفس الوفاء ونفس الإخلاص ونفس المسندة زي ما هو حالة استثنائية في كل شيء النادي الأهلي ده كل الكلام عن النادي الأهلي قبل ما نخش قوي في تفاصيل تحليلية وفنية عايز أشكر كمان مودر نفيوتشر عمل مباراة محترمة جدا تحديدا في الشوت التاني وما فقدش الأمل وكان قادر إنه ممكن يخطف النادي الأهلي في المباراة النهاردة في الوقت الإضافي قبل الهدفين لسجلهم الأهلي في الوقت الإضافي المودست وها كريم فؤاد كان فيه فرصة خطيرة جدا لمودر نفيوتشر كان ممكن يحسب بيها المباراة طبيعي ومنطقي جدا إن الأهلي هو المرشح الأول طبيعي ومنطقي جدا إن الأهلي يكسب النهاردة طبيعي ومنطقي جدا وسط مسندة جماهرية الفريق واحد النهاردة بطبيعة الحال هو النادي الأهلي كان يبقى الأهلي هو المرشح الأول للفوز بهذه البتورة وبهذه المباراة لكن مودر نفيوتشر عمل كل ده كان ند قوي للنادي الأهلي تحديدا فيه أشروط التاني من مباراة اليوم فتحية ليهم قدوا بشكل رائع جدا قدام برامدز وقدوا النهاردة بشكل محترم جدا قدام النادي الاهلي البطولة بشكل عام نجحت نجاح باهر جدا بتأكيد نشكر دولة الامارات نشكر مجلس ابو زبي على دايما حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن المعاملة والتنظيم الرائع جدا ليه بطولات مصرية احيانا تقام خارج الدولة المصرية ودايما بفرح جدا انه احيانا نطلع ببطولاتنا على فكرة دول الأوروبية كبيرة بتعمل كادر نطلع بطولاتنا في كل مكان في الدنيا عشان شعبية كرة القدم المصرية هي شعبية كبيرة في كل مكان وتحديدا فيه الدول العربية وفي جماهير عظيمة جدا مصرية وحتى غير مصرية يحبوا يشوفوا الاهلي والزمالك و soonix و championships حب اشوفوا الاسماعيلي والمصر والاتحاد والمحلة حب اشوفوا كلها قدقائتنا المصرية وكل اللي لعبتنا المصرية في مناسبات رسمية زي دي هنا تحية لي دولة الامارات مرة اخرى وتحية لي مجلس ابو زابي وتحية لهذا الجمهور العظيم اللي كان خلف النادي الاهلي في كل مكان تخيل النادي الاهلي شوف حظه حظ النادي الاهلي عنده جبايل في كل مكان في الدنيا في كل مكان في الوطن العربي في السعودية كان مساندة عظيمة جدا في كأس عاملندية في الامارات مساندة رائعة جدا في كأس السوبر الابطال وزيما النادي الاهلي محزوز بجماهيره دايما بقول انه جمهور النادي الاهلي محظوز جدا بالنادي الاهلي جدا مين جمهور او مشجع في العالم عنده فريق فريق بيكسب ست بطولات في سنة وشهرين ست بطولات في سنة وشهرين ايه الرقم ده ايه الرقم ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم كل شهرين كده خد بطولة خد بطولة عايز عايز بطولة خد مش 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 احرمك من حاجة مش هتأخر عليك مسافة السكة هتلاقييني وبكسبك بطولات زي ما انت عايز ده جمهور النادي الاهلي وحظوا بالنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي وجهازهم الفني محظوظين دايما بي جماهير النادي الاهلي مرة اخرى الف مليون مبروك لكل منظومة النادي الاهلي ادارة وجهاز فني ولعبين وبالتأكيد جماهير